السلام عليكم اليوم سوف نتحدث عن المفاعل اللاهوائي ذو التدفق الصاعد عبر طبقة الحمأة وهذا يختصره بالاختصار UASB قبل ما نتكلم على UASB نتكلم على المفاعلات اللاهوائية ذات معدل التحويل العالي وده بنقول طبعاً بتتميز بأنها بتكون عندها تركيزات عالية من الحمأة وده بيحتفظ بالتركيزات العالية من الحمأة دي بتكون إما عن طريق مثلاً حواجز فيزيائية أو عن طريق اللي هو إن أنا بعمل تحديد من حركة الإصلاج داخل المخمر أو داخل المفاعل الحاجة التانية نحن بنقول كمان إن هي المفاعلات اللاهوائية ذات المعدلات العالية دي بتكون طبعاً اللي هو زمن المكوس للمواد الصلبة بيكون أعلى بكتير من زمن مكوس اللي هو الهيدروليكي أو زمن مكوس الميا داخل المفاعل طبعاً ده بيتميزه برضو إن هو المفاعلات دي بتكون عندها معدلات عالية من معدلات عالية من التحميل أو إن أنا المعدلات عالية من التركيزات المواد العضوية المراد تحويلها وبيكون كمان إن هي بتنتج كميات صغيرة من الحمق طبعاً كل ده لو أنا عندي زمن مكوس للمواد الصلبة عالي بالمقارنة بالزمن المكوس الهيدروليكي ده يعني بينعكس على اللي هو حجم مخمر صغير بالمقارنة باللي هو المخمرات التقليدية مثلاً زي اللي هو CCTR أو اللي هو الباتش أو اللي هو أي سيستم تاني بنقول إن احنا في الحالة دي إن احنا بيكون عندنا المخمر بيكون حجمه صغير طب بالنسبة للي هو معدل المعاملة أو اللي هو معدل التحميل في الحالة دي بنقول إنه ممكن يوصل 75 مرة من اللي هو المخمر الطبيعي فمعنى كده مثلاً لو عندي C-completely mixed reactor اكتر أو مخمر زو زو تقليد مستمر أو اللي هو زو التغزية المستمر معدلات التغزية المستمرة اللي هو الconvincial بنقول إن احنا مثلاً بالمقارنة بي اللي هو المعدلات العالية بنكون ده طبعاً بيكون واحد إلى 75 مرة فبالتالي إننا بنقول مثلاً لو أنا عندي ده بالمقارنة بي اللي هو اليو اي اس بي النهاردة يكون مثلاً اليو اي اس بي ممكن يكون معامل التحميل بتاعه حوالي 25 مرة من الconvincial system طيب بنقول اليو اي اس بي ده كان هو سيستم يعني اختراع عن طريق اللي هو البروفيسور خانزة لاتينجا من هولندا وطبعاً السيستم بيحتوى على جرانيول اسلاج جرانيول اسلاج دي يعني اه حمقى حبيبية على شكل حبيبيات بنقول طبعاً إن هي الحبيبات دي بتختفز بكمية عالية من البكتيريا الاكتف اللي هي النشطة وبالتالي دي طبعاً بيكون كمان الحمقى دي بيكون عندها معدل ترصيب عالي وبالتالي بتفضل دايماً في المخمر طب بنقول كمان إن السيستم ده او النظام ده بيكون عنده اه اه مؤشر حجم الحمقى بيكون اه صغير ده ممكن نعمل عنه فيديو قبل كالك ازاي نحسبه وبالتالي ان عندي كمان إن الأنظمة دي بيكون اه عندها اه قدرة إننا بيكون اه اه قدرة لتحسين اه فصل المادة للحمقى من المياه او الوستوطر اللي هي اه دعاكل في الحالة دي دي بيقول طبعاً الأنظمة دي بتكون تعالج المية العدمة اللي هي بيكون دايما اللي هو السي او دي عالي فيها وبالتالي اني عندي السي او دي عالي معنى كده اني عندي مية عدمة بيكون سهل اللي هو التحلل العبر بتاعها وبالتالي اني عندي ده سيستم مناسب جدا لهذه المادة العدمة طيب الاجزاء الرئيسية اللي هو الامفلو او الايو اي سي بي ده عبارة عن مخمر بيكون شكله مثلا اسطواني او شكله مثلا مستطيل او مربع وبيحتوع على طبعا مدخل للمية العدمة وطبعا عندي هنا او موزع للمية وبيبقى في الجزء اللي تحت ده بيبضل اللي هو الجريني اللي هو او الحبيبات بتاعة الحمقى والمية طبعا بتطلع عندنا هنا او من من اسفل الى اعلى وخلال وخلال صعود المية بيحصل ان هي عندها بتحصل ان هي بتتصل مع الحمقى وبالتالي ان الحبيبات الحمقى دي بتحتوي على البكتيريا وبتحتوي على الاركية وبالتالي بتحول المادة العضوية الى بايو جاز جزء من البيو جاز ممكن يعمل يلتصق مع الحبيبات الصلبة او مع حبيبات اللي هي الحمقى نفسها وممكن يصعد يصعد الى اعلى فخلال صعود ممكن يعمل ان هو يرتطم بالبافلز او الحواجز اللي في الجناب وبالتالي ان هو يوصل للجزء اللي هو المهم جدا في وهو اللي هو الفاصل ده بيسموه سري فيس ان هو بيحصل سري فيس سباريتوري يعني مع كده الفاصل لتلات اه لتلات اه اشكال او نفس او الى الات من المادة اللي عندي عندي حالة حالة الغازية اللي هو البيو جاز وعندي الحالة التانية اللي هي السائلة الصلد اللي هي الصلبة اللي هي بالحالة دي هنا عندي اللي هو الحمقة او المادة الصلبة لو في عندي المادة صلبة موجودة في المادة المغزية او الميا العدمة المغزية. وبالتالي نقول له عندي هنا ده بيحصل عندي فصل ان المواد الصلبة بترجع تاني للقاع بتاع المخمر والبيو جاز طبعا بيفصل اللي بيطلع عندي كأنه منتج عادي جدا كأنه بيو جاز مش كأنه عندي كمنتج يعني من المخمر والمية بتطلع عندي اللي هي المية اللي هي المعالجة بتحصل ان هي بترفع على الاعلى وبالتالي ان عندي هنا بيكون عندي مستوى معين على هدار اللي هو الوير الهدار ده اننا عندي المية المعالجة بتتضفق خلال هدار ده وبتخرج على الاعلى في اللي هو او اللي هي المية اللي هي المعالجة من 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 قمة المفاعلة وبالتالي بيقول عندي ان عندي ده يعني يبدو ان هو ممعقد لكن هو ممتاز من ناحية التصميم ما فيش فيه طبعا اجزاء متحركة كتير يعني ما فيش عندك مسلا ما فيش ميكسر زي مسلا انت عندك المية بس بتطلع خلال اللي هي الحمقة نفسها وبالتالي ان عندك هنا ان بيكون زي ما قلنا ان احنا اللي هو مميزات كتيرة وانكن اه اللي هو اه 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 الخصائص بتاعة هذا السيستم ان هو اه غالبا بيكون اه الارتفاع القطري بيكون بني بيتروح من بين اه اه اثنين من عشرة الى اه خمسة من عشرة وبالتالي يعني هو بيكون يعني اه مش مرتفع قوي بيكون لحد ما مخفض وبالتالي يكون عندي الاريا بتاعت اه او الفوتبرينت بتاعته بيكون اه اعلى من اه بيكون اه يعني حوالي نص من الارتفاع يمكن معزرة الهيط الهيط اللي هو الارتفاع للديامتر بيكون حوالي يعني ماكسما بيكون خمسة من عشرة وبالتالي اللي عندي من الارتفاع بيكون نص اللي هو الديامتر الموجود عندي ويكون عندي كمان إن هنا السرعة العلوية للتضقق المية بتتلوح من خمسة من عشرة إلى واحد متر لكل أور يعني لكل ساعة وبالتالي عندي بيقول زي ما احنا قلنا قبل كده إن هي بينتج كميات قليلة من الحمقة وبالتالي كمان إن هو السيستم ده بيساعد على إن لو أنا عندي عاوز عمل فصل المية من السلج بعد كده بيكون سهل إن احنا نعملها وبنقول إن كمان إن طبعا بيتتلوح من خمسة من عشرة من خمسة في المية إلى عشرة في المية من الموجودة في المادة في المية العديد طيب بنقول طبعا هنا لو عندي كمية قليلة من السلج بتنتج معنى كده إن أنا عندي بوفر كمية من اللي هي ممكن أستخدمها في لو أنا عندي للسلج وبالتالي عندي كمية قليلة من السلج معنى كده إن أنا عندي بوفر الطاقة اللازمة إن أنا أعمل معالجة معالجة سنائية أو معالجة تانية للاسلج الموجود طيب بنقول طبعا اللي هو اله رتي اللي هو الهيدروليك أو اللي هو زمن المكوس الهيدروليكي ده بيكون حوالي قليلا من 24 ساعة بالمقارنة طبعا السلو المادة الصلبة ممكن يكون أيام ممكن يكون شهر أو أكتر أو ممكن يكون شهور كمان يعني اللي عندك بيكون السلج يده بيعد في المخمر أو في المفاعل لمدة طويل طيب بنقول عندك اللي هو معدل التحليل العضوي ده بيكون أكبر من 20 كيلو جرام مطلوبية أكسجين أو COD لكل متر مكعب لكل داي وبنقول عندي كمان اللي هو المعدل أو المعدل أو كفاءة 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 إزالة COD بيكون أكتب من 90% طيب منولة عند الفكتور المؤسرة على البرفورمنس ده طبعا العامل الأساسية اللي بتأثر على أي عملية بيولوجية وأي عملية تخامل لها وإيه زي درجة الحرارة والبيتش وكل الكلام ده لازم طبعا أننا أوفره في UISB ولكن هنا فيه عاملين مهمين اللي هما السلينيتي أو اللي هي الملوحة وبتقول طبعا ده لو أنا بعمل معالجة اللي هي المادة المالحة وبالتالي أنا عندي لابد أن أنا أعمل أو أننا أعمل دايما أكون عيني على السلينيتي فبالتالي أنا عندي ممكن لحد 10 جرام كولوريد صوديوم أننا ممكن أخصل على معدل عالي للتحويل ولكن طبعا اللي هو التركيزات منخفضة بيكون طبعا ده بيكون بيساعد لتكوين أجم أكبر من الحوايبات بتاعت اللي هي الحمق الموجودة عندي وبالتالي وبالتالي فاستر أننا عندي فاستر أو اللي هو معدلات تحويل سريعة طيب بنقول طبعا العامل التاني برضو اللي هو بيحد على الكفاءة بتاعت الـ اللي هو لو أنا عندي لبيدات عالية في المية ده بيأثر برضو على على كفاءة النظام وبالتالي أننا لازم أعمل برضو يكون عينة على اللي بت بتعمل إيه اللي بت دي بيكون عندي ممكن تعمل اللي هي بتعمل مثلا بتتراكم في المواسير بتاعت الـ بزات في الـ وبالتالي عندي ممكن يعمل اللي هو بعمل انسداد في السيستم ممكن كمان يتتراكم مثلا على اللي هي البافلز الموجودة أو اللي هي على الهواجز وبالتالي ده طبعا بيأسر على السيستم بتاعي ممكن كمان ان هو بيعمل بيساعد ان هو الحمقى تطلع فوق لو أنا عندي اللي بتزعالية بالتالي الحمقى بدلا ما بتبضل فيه الطاعة ممكن تحصل بتطلع بتطفو وبالتالي ممكن كمان بيساعد على تكوين اللي هو الفوم الفوم اللي هو الزبت بتاع بتاع المية او انه كمان بيحصل كمان عندي اللي هو الروايح ممكن تكون مش كويسة ممكن كمان انه بيساعد على البيوماس وش قوة اني عندي لو أنا عندي طبعا الحمقى طلعت الى اعلى ممكن في حال الانية تطلع مع المية اللي هي المعالكة طيب بنقول كمان اللي هو خصائص الحبيبات اللي هي العمقى ديني طبعا ده هنا هنا مثالين واحد من من مادة عدمة خارجة من مصنع البطاطس والتانية من مصنع اللي هو الورق وبالتالي نعندي اننا بتقول عندنا عوامل مهمة جدا اللي لازم نكون عارفينها وهي اللي هي الميتابوليك اكتيفتي اللي هي الانشطة الميتابولية اللي بنقول عندي هنا اننا عندي بيكون الاكتيفتي بتاعة الميسانوجينسيس بيكون بتراوح من كيلو جرام من لكل كيلو جرام البلاطايا الاساس بدي تصل برداي وبنقول عندي ممكن تكون من خمسة من عشرة الى واحد كيلو جرام سي او دي لكل كيلو جرام برداي طيب طبعا عندي اللي هي الترصيب او القابلية للترصيب دي طبعا مهمة جدا والفيزيكال بتاعة اللي سلادج ده بيكون مهمة جدا ومسلا عندي بتاعة ممكن تتراوح من اتنين لحد متر كل ساعة والتيبكة اللي يعني غالبا بيكون من خمستاشر لخمسين متر كل ساعة والكسافة بيكون بتراوح من واحد الى واحد وخمسة من مية الجرام لكل لتر والديامتر من واحد من عشرة الى تمانية من عشرة مليمتر ويعني غالبا بيكون من خمستاشر من مية الى اربعة مليمتر طبعا الشكل الجرانيولز ده دايما بيكون سفير يعني كور وطبعا بيكون اللون بتاعهم بيكون بلاك زي مثلا في اللي هي الوستووتر من نسبة اللي هي مواد الصرف الصحي بيكون غالبا مثلا بيكون بلاك ممكن يكون جراي ممكن يكون وقت كمان يعني يكون ان هو بلاك او اللي هو يكون رماضي او اللي هو يكون حتى ابيض يعني ممكن كده مرده ده طيب هنا الريفرنس دول مهمين ممكن ترجع لهم تاني ده واحد والتاني الريفرنس ده خطهم في اللينك بتاعة الفيديو وبكده اشكركم وامل انه يكون مفيد ونشوفكم مرة تانية ان شاء الله ويعني نشوفكم ان شاء الله مرة تانية السلام عليكم